هي أول أحكام تصدر بحق متظاهرين منذ قمع حركة الاحتجاجات الشعبية التي عمت البحرين الشهر الماضي أحكام بالأعدام طالت أربعة من المتظاهرين الشيعة وأحكام بالسجن المؤبد على ثلاثة معارضين آخرين صدرت عن المحكمة العسكرية بحقهم ووفقاً للأحكام العرفية التي فرضت في البحرين فإن المحاكمة جرت في سرية تامة أما التهمة الموجهة إليهم فكانت القتل العمد بحق شرطيين قضايا دهساً لكن منظمات حقوق الإنسان فقد أعربت عن قلقها من أن المحاكمة لم تتماشى مع المعايير الدولية نظراً لأنها جرت أمام محكمة عسكرية أنشئت بموجب أحكام الطوارئ بينما جاء رد المعارضة متحفظاً كل ما نريد أن نقول في هذه اللحظة الحاسمة أن هذه الأحكام يعني تعقد الأمور صحيح أن هذه الأحكام الآن هي محكمة عسكرية ابتدائية وهذه لأول مرة يقدم مدنيون في محكمة عسكرية نأمل أن لا يتم تنفيذ هذه المحاسمات ويتم العمل بالخروج من هذه الأجمة ومن هذه الأحداث في حل سياسي يضمن استقرار هذا البلد ويقول مسؤولون أن 23 طبيباً والعدد نفسه من الممرضات سيخضعون للمحاكمة الأسبوع المقبل وكانت السلطات قد سيطرت الشهر الماضي على حركة الاحتجاجات بعد الاستعانة بقوات من دول الخليج وخصوصاً من السعودية وشني حملة اعتقالات واسعة وتقول السلطات أن هذه الأحداث خلفت 24 قتيلاً وشرطيين بينما تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن العدد أعلى بكثير ومنذ ذلك الوقت شنت السلطات حملة اعتقالات أدت إلى توقيف المئات من ناشطي المعارضة والمتظاهرين وناشطي حقوق الإنسان وفاء زيان بي بي سي يسselves فيما أن تحصل إلى توقيف المظل هاتف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر